واحد تاني من المحافظين يقولك منظومة التحكيم ينقصها العدالة هو حضرك بتتكلم على العدالة طيب راجع مباريات للفرق الأخرى فريقك الموسم اللي فات اتعامل معه ايه؟ الموسم اللي قبله اتعامل معه ايه؟ وانت تعرف العدالة حول الدوري من الاهل المين من النادي الاهل الفين لكن انا عارف ان السبب هو غياب جزء من الاحتواء لكن لازم نظلم الاهل عشان الاحتواء يبقى كامل وللأسف ان في ناس منهم لعب الكورة وبيلعبوا على الترندات بس يقولك اصلحنا خدنا الدوري في موسمين تطبيق الفار طب ما هو الفار بيتطبق في افريقيا خدتوش ليه؟ الفار بيتطبق في افريقيا مخدتوش ليه في افريقيا؟ واللي هو برضو الاسكريبت جاي كده وعايزين نقوله نغمة مكررة هتلاقوا هذه النغمة عشان كده بقول لحضراتكم يجب ان يكون بقوله جمهور الاهلي الفترة اللي جاية دي لا يجب الا شيء واحد فقط وهو مساندة الفريق لان احنا نادي الاهلي ما بيفكرش في حاجة والله العظيم تلاتة صدقوني يعني عمري مثلا ما عملنا مؤامرات وكلمني مش عارف مين وده كلمني من هنا وقول لي ما فيش الكلام ده بيحصلش في النادي الاهلي ما بيحصلش في النادي الاهلي احنا كل اللي عايزينه ان احنا نلعب كرة قدم ونفوز بعدل ربنا وبعد كده او نلعب كرة بعدل ربنا والناس تستمتع ربنا كرمنا وكسبنا كان بها لقدر الله حصل حاجة ساعتها حنقول ان النادي الاهلي ادارة الاهلي قادرة على هذا الامر بالمناسبة لان حضراتكم شفتوا هذا الموضوع قادرة على ايه ان لما يكون في الفرقة فيها اخطاء بنقعد ونصلح لكن ان يحدث ان يكون كل الحكام ضدك او التحكيم يكون ضدك اعتقد ان ده شيء صعب جدا حاجة تانية وبالمناسبة انا حفضل اتكلم في هذا الموضوع لغاية كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله كاس العالم اللي احنا بس اللي بنروحه بالمناسبة فحفضل اتكلم عنه لغاية كاس العالم